اشتركوا في القناة ومعنا الدكتور محمد مرقتن وسأقدمه ويبدأ بكلمته حوالي ربع ساعة مثلاً ولا تلت تلت ساعة أوكي تلت ساعة الدكتور محمد مرقتن أثاري ومؤرخ فلسطيني يعيش ويعمل في ألمانيا باحث متخصص في لغات وحضارات الشرق القديم وخاصة لغات وكتابات الجزيرة العربية قبل الإسلام يعمل الآن في جامعة مونستر اسموها على الألماني مش على الإنجليزي أنتو بألمانيا حصل على ماجستير والدكتوراه في اللغات السامية وحضارات الشرق القديم من جامعة ماربرغ بألمانيا عام 1987 عمل في التدريس والبحث في عدة جامعات ألمانية منها جامعة ماربرغ وجامعة هايدلبرغ وجامعة فييننا في النمسا وغيرها وعمل منسقاً للبحث العلمي في جامعة قطر وباحثاً في أكاديمية العلوم النمساوية في فييننا وكذلك في أكاديمية برلين براندنبرغ للعلوم والإنسانيات في برلين وخبيراً لغوياً زائراً في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية شارك في أعمال التحريات والحفريات الأثرية في اليمن والأردن والبحرين وعمان والمغرب وتونس ومصر وترأس بعد هذه البعثات نشر عشرات الدراسات الأكاديمية عن حضارات الشرق القديم واللغاته بالإنجليزية والألمانية والعربية عنوان كلماته اليوم نحو التحرر من سبديات علم الأثار التوراتية في كتابة تاريخ فلسطين القديم صباح الخير للجميع في البداية اسمحوا لي أن أشكر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية على تنظيم هذا المنتدى وإتاحة الفرصة للحديث إليكم كما ترون في العنوان أسميتها نحو التحرر من سردية علم الأثار التوراتية في كتابة تاريخ فلسطين في البداية ملاحظات أولية يعني مسألة الصراع مع الحركة الصهيونية هي صراع على الزمان والمكان بكافة التجليات وهذه المسألة يعني منذ القرن التاسع عشر يعني خلنا نقول بدأت لكن مع تطور الحركة الصهيونية واستلاءها على الأرض كان واضح جدا أن ما تحاول الحركة الصهيونية هي يعني طمس المعالم الفلسطينية الثقافية وأقول أماكن الذاكرة الفلسطينية منذ القرن التاسع عشر يعني هناك إجهاف أنا أقول إجهاف من يعني في كتابة تاريخ فلسطين لأنه أهم سمات هذه الكتب التاريخية التي لا يمكن إحصائها يعني من قبل اللاهوتيين وعلماء الآفار الغربيين أنه أهم سماتها هي إخراج الشعب الفلسطيني من التاريخ الفلسطيني طبعا تزعم كتابة تاريخ فلسطين بشكل عام هم اللاهوتيون وعلماء الآثار التوراتية وهنا طبعا كان لهم دور أساسي في تطوير السردية الصهيونية لذا يعني أنا أعتقد يعني أي دراسة لتاريخ فلسطين القديم لابد لنا أن نتحرر ونكتشف أين هي العناصر التي وضعتها وطورتها الحركة الصهيونية ومشتقاتها يعني هنا طبعا وتأثيراتها حتى في العالم العربي لكن النقطة الأساسية يعني اللي أود أن أركز عليها لا نستطيع حقيقة لا نستطيع كتابة تاريخ فلسطين القديم دون التحرر الكامل من هذه السردية وهنا يعني سأستعرض بعض النقاط يعني يجب أن أقول أن ما أقدمه لكم هو عبارة عن ملخص للورقة التي قدمت لي النشر لذا سأتوقف عند بعض المحاور مسألة علم الآثار الاستعماري علينا أن نحاول أن نفهمها تماما لأن علم الآثار التوراتية هو علم آثار استعماري يعني بمعنى الكلمة ولذا لا يمكن أن نفهم علم الآثار التوراتية دون أن نعرج قليلا على علم الآثار الاستعمارية طبعا سأعرج على ذلك قليلا وستأعرض يعني إلى بعض السمات الأساسية لعلم الآثار التوراتية ومسألة تفكيك خلينا نقول تفكيك هذه المفاهيم التوراتية والصهيونية سأختتم يعني بمداخل أنا أسميها مداخل أساسية اللي كتابة تاريخ في فلسطين القديم منذ تقريبا أقول عشرين عامة يعني في الغرب بدأت مدارس خاصة أمريكا اللاتينية وفي أمريكا نفسها يعني الولايات المتحدة بدأت بعض المدارس في علم الآثار يعني تنحو في اتجاه التحرر من منهجية علم الآثار الاستعماري وهذا انعكست أيضا على علم الآثار التوراتية ما تجدونه باللغة الألمانية هذا يعني اللعبة السياسية كان معرض هذا في ألمانيا وهذا حقيقة أهم كتاب وضع لنقد علم الآثار الاستعماري بما فيه علم الآثار التوراتية فقط يعني كإشارة هناك الكثير حاليا من هذه الدراسات أنا أعتقد علينا أن نستفيد من التجربة العالمية خاصة في إفريقيا في أمريكا أماكن أخرى اللي هي عملت لسنين للتحرر من علم الآثار الاستعماري أنا فقط هنا يعني أعطي نماذج من علم الآثار الاستعماري يعني هاي كما قلت بس مفهوم واحد يعني اللي أعرضه التواصل الامبراطوري وأن هذا مفهوم استعماري كما تجدون في ترانس لاتيو امبيري من العصور الوسطى يستخدم وما زال حاضر في أذهان كثير من المؤرخين الغربيين هم يجدون بابل وآشور بلاد فارس اليونان الرومان النهضة الأوروبية يعني هذا التقاطع ما في عرب يعني في شطب لمراحل في التاريخ وبالنسبة لهم هي تبدأ كذا يعني هذا التواصل بالنسبة لهم ويشطبون ثقافات وشعوب أخرى فلسطين يعني كان فيه العبرانيين وكان فيه دولة إسرائيل والباقي ما فيه وهذا يعني على فكرة يطبقوها فيه كثير من الدراسات شمال إفريقيا الرومان وفرنسا ومن تابع مثلا في هذه المسألة سيجد أن عندما فرنسا احتلت الجزائر ضباط فرنسيين هم بدأوا يعني يثبتوا في مسائل تاريخية الرومان وفرنسا ما في شعوب ما في ثقافات أخرى قلت أن هذا فقط يعني نموذج للمسألة لكن هنا تجدون نموذج كيف تعامل وهذا في صيغ مختلفة اللي هو التواصل الامبراطوري كما يسمونهم تجدون فيه كثير من الكتب يعني لا أريد أن أدخل هنا كثيرا لكن الأب الروحي لعلم الآثار التوراتية اللي هو أولبرايت وليام أولبرايت الأمريكي واللي هو يعني من نهاية العشرينات حفر في بيت مرسم يعني في فلسطين حقيقة هو الأب الروحي لمعظم علماء الآثار الغربيين بالذات الأمريكان لأن الألمان كان عندهم مدرسة مختلفة بعض الشيء والفرنسيين نفس الشيء لكن هذا يعني فقط نموذج يعني ما عبر عنه عن الجنود الإسرائيليين في احتفال يعني لإنشاء الدولة العبرية يعني هو أعتبر الجنود الإسرائيليين كأنهم استمرارية للأنبياء يعني فهذا جزء أثر كثيرا في الثقافة خلينا نقول الغربية والأمريكية وهنا يعني في هذا الإطار سأتعرض لبعض المسائل من علم الآثار التوراتية يعني أهم ميزة لعلم الآثار التوراتية هو مسألة الإقصاء يعني الإقصاء والتحيز والاستحواذ يعني ما يجدونه هذا عبري هذه المنطقة عبرية يعني هذا التحديد اللي قاموا فيه أنا لا أريد أن أدخل في يعني سرد أنه من بداية القرن أو أوسطة القرن التاسع عشر كيف بدأت يعني مسألة الآثار التوراتية وخاصة الجيغرافيا التوراتية ولاحقا صندوق استشاف فلسطين يعني 1865-64 أو شيهك أنه طبعا والمسوحات والآخرين لكن هم في من هذه الفترة طوروا مفاهيم علماء التوراة اللي أصبحت جزء أساسي من الأساطير المكونة للدولة العبرية يعني مثلا فلسطين أهل فلسطين ما لهم مش علاقة بهذه الأرض لهذه الأرض كانت فارغة لما الفتح الإسلامي كان الرب سلطه على المسيحيين لأنهم ابتعدوا عن الدين فهنا يعني مسألة التمازج ما بين الاستخدام السيء للكتاب المقدس لتثبيت مفاهيم معينة المهم من أهم المسائل اللي هي يعني العلماء الآثار التوراتية يثبتونها أنه لا يوجد استمرارية ثقافية لأهل فلسطين على هذه الأرض الاستخدام الأيدولوجي لنص العهد القديم هذا من أهم السمات اللي طبقها علماء الآثار التوراتية أعطي نموذج هنا للمنهجية التوراتية في الحفريات يعني أنا أقول هي طبعا هي يعني منهجية عقيمة لأنهم يبدأون خلينا نقول على السطح وممكن يشيلوا بالبلدوزر زي ما يسموها بالجرافات طبقات أثري معينة تعرفون اللي حولوها إلى خلي نسميها نيشنال باركس مثل يعني كتاع كندا وغيرها يعني تعرفوها المهم التركيز على ما يسمى عبري وطبقة مفترضة أن هناك عبرانيين لكن نحن نعرف أنه أقدم أثر للإنسان في فلسطين تقريبا مليون سنة من مئات الآلاف هناك ثقافة خلقها الإنسان على هذه الأرض لذا يعني سأرجع لها لاحقا أنه الرواية الفلسطينية هي ليست حصرية هي تعامل ما أنتج الإنسان على هذه الأرض بغض النظر عن دينه وعن ثقافته وولا آخره لكن سأرجع لها بعد ذلك يعني هذه الصورة من مسح فلسطين اللي قام فيها صندوق اكتشاف فلسطين يعني في مسألة سأتعرض لها الآن في علماء الأثار التوراتية والإسرائيليين طوروا نماذج معينة إنه هذا عبري وإذا وجدت معناته هنا كانوا العبرانيين هذا يعني فيها كثير من العقد ويتداخل فيها الديني ويتداخل فيها الآثاري يعني مسألة يعني عصر الآباء يعني خذوا نموذج نقول سيدنا إبراهيم في عنا النص التوراة النص القرآني والآخري لكن ما يقول علم الآثار عن إبراهيم لا شيء ما فيه ولا موسى ما فيه لذا عندما نكتب التاريخ تاريخ فلسطين هناك الرواية الدينية هناك الرواية الأسطورية وهناك الرواية العلمية الآثارية أنا لست بحاجة إلى التوراة كي أكتب تاريخ فلسطين قطعيا ولا ما سمعنا أمس مصطلح هذا سرقة التاريخ الفلسطيني إنه بالله عسقلان موقع هذا توراة عبري لا لأنه هذا مذكور 1900 قبل الميلاد ألف سنة قبل ما يسمى بالتوراة الافتراضية لذا علينا أن ننظر إلى الصورة الشاملة عسقلان لا عسقلان هذا يعني كنعانية غزة نفس العملية والآخرية فهذا النقطة القصص الكتاب المقدس يوشع ابنون دخل ودمر والآخرية ابتعدت الناس عن ذلك ما في احتلال من يوشع ابنون للمدن الكنعانية ليس عندنا ولا يعني ولا أثر ولا دمر أسوار أريحة ولا مدينة عاي ولا آخر علم الآثار لا يعطينا أي معلومة عن أنه يوشع ابنون دخل ودمر المملكة المتحدة يعني أصبحت حاليا عند علماء الآثار كما قلت في رواية دينية نحترمها أنا هذا رأيي نحترمها لكن تبقى دينية لكن أين هي مملكة داود وسليمان وهم ما فيه الحفريات لا تعطينا ولا شيء عن لا نقوش ولا آخر هذا المسألة يعني أنا طرحت أنه أحد النقاد الإسرائيليين اللي هو يكرر كثيرا هيرتسوك يعني قبل عشرين سنة قال أنه ما فيش أسوار كان فريح عنها عساس تدمر يعني قضية الإقامة في مصر ما بنعرف عنها وداود وسليمان وامبراطوريتو يعني هناك جناح ما بين العلماء الإسرائيليين اللي أيضا بدأوا يقبلوا في المسألة لكن علينا أن لا نبالغ يعني مثل فينكلشتاين يعني هذا أصبح أسطورة الناس لكن هذا الرجل يقول في نفس الوقت هو صهيوني لا نبالغ كثيرا إذا كان في هذه المدرسة الليبرالية اللي نشأت وتحاول أن تجمل صورة الآثار التوراتية ما بتنفعنا لابد من الاعتماد على الذات في المسألة المسائل اللي طورها علماء الآثار التوراتية لكي يقول إذا وجدنا هذا فهذا عبري منها ما يسمى في البيت الإسرائيلي اللي في أربع غرف والآخره يعني أنا سأربطها هنا في مسألة التفكيك ماذا يقول علم الآثار حاليا حديثا عن هذا ما يسموه في البيت الإسرائيلي أن هذا البيت لا يقتصر على المنطقة اللي حددها علماء الآثار التوراتيين أن هنا كان العبرانيون يعني هنا كانوا في منطقة الضفة والآخرين هذا البيت وجد في كافة أنحاء فلسطين وحتى يعني والمنطقة المحيطة لكن إذا وجد نحن نعرف أن منطقة الساحل الفلسطينية عمرها ما كانت عبرانية قطعية يعني هذا فهذا موجود في منطقة الساحل إذن مسألة البيت هذا البيت الإسرائيلي أنه كنموذج أساسي لدولة العبرية قديما وحديثا خلينا نقول غير مفيد علم الآثار اكتشف أنه ما فيه نموذج آخر هذا الكولارد ريم جارز يعني هاي من التسعة وعشرين من التسعة وعشرين أول برايت قال هذا أينما تحرك العبرانيون فهي جرة الإسرائيليين بتسعة وسبعين عالم آثار فلسطيني معاوية إبراهيم اكتشف في سحاب وفي مناطق أخرى وكتب عنها مقال أنه يعني هذه علاقة ما لها علاقة بالبدو أنتو قلتونا العبرانيين جايين بدو هذا فلاحية ووجد حتى البقايا هذه لتخزين القمح وغيره من السمات الأخرى اللي هي مسألة المدرجات الزراعية ربطوها أنه اللي أدخلها إلى فلسطين العبرانيون لكن الدراسات الحديث الآثار أثبتت أنها موجودة من العصر البرونزي المتأخر وما قبل يعني ما قبل ما يسموه بالهضور العبراني الافتراضي بالتالي هي سابقة نموذج ما نقول يعني ندرس تاريخ فلسطين علينا أن ننطلق أيضا ما هو موجود في باطن الأرض يعني بتير هذا نموذج أنه يعني تعود حتى يعني لأكثر من ثلاث ألاف عام مسألة المدرجات الزراعية هناك دراسات أخرى المهم إساءة الاستخدام يعني هذا لازم أذكرها والتفسير الأيدولوجي لنقوش فلسطين منها مثلا يعني أعطيك هذا المثال هذا من تل القاضي القدح يسموه حاتسور لا عفوا مش هذا أخرى رسائل تل العمارنة في مثل كنعاني هذا المثل الكنعاني من قرن الرابع عشر أول برايت قال عبري بس بالقرر الرابع عشر ما في عبري يعني هذا المثل خليني أنتقل هذا نقش من دان يختلف العلماء في تفسيره على أساس يذكر بيت داود وأنه كشف بيت داود لكن بعض العلماء أشاروا على أن السطور لا تركب على بعض فالكثير يميلون إلى أن هذا النقش مزيف هذا النقش الذي هو نقش سلوان أنه يعني حسب زورا للملك حزقيا لكنه لا يذكر حزقيا هو يذكر فقط بناء هذا النفق وممكن حتى تاريخه يعني قبل حزقيا بخمسين أو مئة سنة يعني أنا مضطر أني أتوقف هنا قصيرا كيف نكتب تاريخ فلسطين النقطة الأولى نحن وهم يعني نحن أهل البلاد الأصليين ونستفيد من تجارب العالم في هذه المسألة نكتب تاريخ فلسطين بعلاقة الإنسان بالأرض عبر التاريخ يعني هذه نقطة أساسية التحدي لعلماء الآثار الفلسطين والمؤرخين لابد لنا أن نعيد فحص النقوش واللقى الأثرية من آخر 150 سنة لا يوجد يعني كما قلت يعني 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 والله هذا عطينا مثال الجرة أنه هذه إسرائيلية والآخرية لا علينا أن نعيد فحص هذه المسألة في هذا الإطار طبعا استرجاع ما سلب من المتحف الفلسطيني وغيره يعني هناك عدة نقاط منها لكتابة تاريخ فلسطين أنه التاريخ الفلسطيني ليس حصريا هو تاريخ شامل يعني كما قلت يسمح يعني ليعتمد كما قلت على علاقة الإنسان بالأرض أنا أعتقد هذه المنهجية التي يعني أتبعها ذاكرة المكان في فلسطين أنه علينا أن ننطلق سواء اسم قرية ولا مدينة ولا يعني كافة بلاد فلسطين أن ننطلق من مسألة الذاكرة أولا التواصلية أو الحية في المنطقة في خلينا نقول آخر مئة سنة هذا الذي أشتغل عليها أستاذ بلال أو الذاكرة الثقافية الجمعية وهي المادة التي أنتجها الإنسان على أرض فلسطين في المواقع منها ننطلق وأعيد وأكرر أنا لست بحاجة لا الكتاب المقدس هو مصدر جمع تراث والأخري وفيه رواية دينية والراس على العين لكن ليس هو أساس هو أحد المصادر يعني أنا ممكن أقول هذا كتاب فلكلوري فلسطيني قديم كتاب ثقافي فلسطيني قديم لأنه جمع ثقافات من ثقافات المنطقة لكن الأساس أن نطور أدوات باستخدام الذاكرة الثقافية الفلسطينية التي طبعا تجمع فيها الآثار واللقى الأثرية ومنها ننطلق في منهجية كتاب الفلسطيني هناك محاولات جادة حاليا بدأت يعني ما بين الفلسطينيين الفلسطينيين وعالميا يعني هذا فقط نماذج الخلاصة يعني أنه لابد لابد من تفكيك السردية الصهيونية باستخدام منهجية علم الآثار العلمية نحن علينا يعني أن نقف نرى أدوات علم الآثار العلمية ونطبقها وهي كافية وهي كافية شيء طبيعي أنه بيكون فيها مسألة يعني النقدية والتحرر الكامل من السردية التوراتية هذا بيكون شيء طبيعي لكن أنا أقول يعني أن نستخدم الأدوات العلمية المتعارف عليها عالميا وعلميا فهي أساسية يعني لابد من تطوير منهجية علمية التي تساعدنا في تطوير سردية عربية فلسطينية لدراسة تاريخ فلسطين وأنا أقول هنا أعيد وأكرر أن هي تعتمد على علاقة الإنسان بالأرض عبر التاريخ والاستمرارية التاريخية الشعب الفلسطيني هو خلاصة هذه الشعوب التي عاشت في فلسطين هو يعني هو نقل أمانة ثقافات كل شعوب فلسطين للعصر الحاضر يعني أنا لما بدأ أشوف أي موقع هو ما زال عندي موقع حي أني أشوف هذا الموقع يعود عمره إلى أربع آلاف سنة وما زال يحمل نفس الإسم فهذا هو بالنسبة لي هو الأساس يعني أقول يعني ككلمة أخيرة لتشتيت على مسألة ذاكرة المكان وذاكرة المكان هي المرتبطة بأماكن الذاكرة الفلسطينية التي تتجلى في خاصة في المدن والقرى الفلسطينية ومن هذه الكينونة التي تكونت في القرى والمدن الفلسطينية هذا هو محور أنا برأي التاريخ الفلسطيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 دكتور محمد الكلمة التالية لأستاذ بلال شلش وهو باحث في مشروع توثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منشح لنيل الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت تمحور عمله البحث حول تاريخ المكاومة الفلسطينية مسلحة على مدى طويل مع اهتمام خاص بحرب أبس سعين سعين سعواربين أبس سعواربين وسنوات سبع ستين وسبعين صدر له في هذا المجال كتابان هما كتاب يافى دم على حجر حامية يافى وفعلها العسكر من دراسة ووثائق وهي في مجلدين وكتاب داخل السور القديم نصوص قاسم الرماوي عن الجهاد المقدس دراسة وتحقيق وسيصدر له قريبا شيء عابر أوراق حمد طاهر كنعان عن احتلال نابلوس سبع وستين تسع وستين مذكرات ووثائق المحضر بعنوان اختزال أو ما كانش فيه عن الروايات الشفوية مصدرا غائبا للتاريخ العسكري لحرب فلسطين تسع وعربين إلى تسع وعربين تفضل يعطيك ألف عافية دكتور أمان شكرا لكم جميعا لحضور يعطيكم ألف عافية طبعا اسمحوا لي أن أبدأ باقتباس هذا الاقتباس من رواية شفوية وجدتها عن يافا لما كنت أشتغل عن يافا في 2016 وهي كانت مدخل لفكرة هذه الورقة التي تطورت على مدار السنوات السابقة إلى أن تيسرت نسختها النهائية في هذا المنتج شخص اسمه أحمد عبد الرحيم أحد الشخصيات الرئيسية في مدينة يافا في سنة 48 وأحد ملاك البيارات يتقابلوا سناء حمودي تنشر مؤسسة الدراسات لا حيكون هذه المقابلة فبتقولوا هل كانت هناك وسائل مقاومة في يافا فبرد عليها مع الأسف ما كانش فيه يعني كان فيه مقاومة فردية يعني المقاومة كانت أفراد يعني إلي ولاد عام مثلا طول عمرهم هدول داخلين بهالشغلة أكم صاحب من أصحاب البيارات جنبهم يأخذوا كم واحد يروحوا على منطقة باتيام مستعمرة موجودة جنوب يافا طول عمرها قوسوا من هناك وهديك يقوسوا عليهم يروحوا ناس من المنشية يعملوا شي ذاتهم اقتباس آخر دكتور صالح عبد الجوال في نص له عن حرب 1948 والكتابة التاريخية المتعلقة بالحرب بيتحدث والسرديات العربية المتعلقة بالحرب بيقول أجمعت مقابلاتنا التي أجريت على إظهار أن من صاروا بعد قليل لاجئين لم يقوموا بأي استعدادات عسكرية للذهاب إلى الحرب هذه الخلاصة وهذا الاختزال لمقاومة تيافة ومن ثم الاختزال الذي أتى في المقابلات التالية لمسألة المقاومة في حرب كانت مدخل لما وجدت وثائق تتحدث عن قتال يومي في يافة من 1-12-1947 لغاية 31 نيسان أو نقدر نقول حتى كذلك ل1 أو 2 أيار 1948 مقاومة يوم بيوم اشتباك يوم بيوم تحدث عن استهلاك ذخيرة مثلا في معارك يافة المسجل حوالي 522 ألف طلق من العرب التي استهلكت خلال هذه المعارك تحدث عن ألاف قنابل اليدوية قذائف هام قذائف مدافع صناعة محلية إلى آخرين كل هذا السؤال كان لماذا اختفت هذه المقاومة في الرواية الشفوية فكانت مدخل هذا الشيء شهد الثمانينات القرن العشرين انطلاق جهد مؤسسي لجمع روايات شفوية لمن بقي من من شهد الحرب باستخداماتها في غيات بحثية محددة كان من أبرز أمثلتها مشروع مركز الوثائق والأرحاد في جامعة بيرزيت الذي ابتدأ بجمع روايات شفوية لخدمة مشروع توثيق القرى الفلسطينية المدمرة كان أنا ذاكي شف عليه الدكتور شريف كنان الذي هدف في نسخته الأولى إلى جمع المعلومات من الناس هذا اقتباس الذين عاشوا في تلك القرى وعرفوها بصورة مباشرة ثم تنسيقها وتدوينها لكي تحفظ الأجيال القادمة الهوية الخاصة والشخصية المميزة لكل قريب لم يكن هذا الجهد فريدا وإنما جاء امتدادا لجهد نظري وعملي سابق وشكلت تجربة جامعة بيرزيت أساسا لتجارب توثيق تالية كان أبرزها مشروع أخرجه مركز خليل السكاكين في الذكرى الخمسين للنكبة تحت عنوان شهادات النكبة أشرف عليه أحد العاملين سابقا في مشروع بيرزيت قبل اعتقاله إبراهيم جميل حامد وتواصل لاحقا جهد التوثيق لروايات شفوية جديدة بجهود شخصية وأخرى مؤسستية متباينة الأهداف والأساليب والغايات يمكن اعتبار الاقتباسان السابقان لموذجا لما قد يجده الباحث في بعض الروايات الشفوية حالة تطرق للتاريخ العسكري لحرب 47-49 خصوصا في مرحلة الحرب الأولى التي يمكن اعتبارها المرحلة الفلسطينية من الحرب كانون الثاني ديسمبر 47 ولغاية 15 أيار مايو 48 لكون المقاتلين الفلسطينيين كانوا رأس حربتها سواء في القوات المحلية أو القوات التابعة للتشكيلات العسكرية المختلفة التي أشرفت عليها اللجنة العسكرية العربية سيجد المطالع للاقتباس السابق نفيا أوليا لفعل المقاومة في مدينة يافا أحد أبرز الحواضر الفلسطينية قبل 15 أيار فاختزالا لخمسة شهور من الاشتباك شبه اليومي والعمليات العسكرية النوعية بالتقويس المتبادل أما المطالع للاقتباس الثاني له دكتور صالح عبد الجواد للمنادات بضرورة إعادة النظر باعتبار هذه المرحلة التي حربا وضرورة ما أسماها تحدي الامتياز الأسرائيلي بتسمية الحروب وأن هذا التحدي لا يتوجب أن يقتصر على حوادث راهنة كالانتفاضتين وإنما يعود على الأقل إلى أحداث عام 1448 طبعا جل التسمية الصهيونية هون تتحدث عن المرحلة الأورى من حرب لا بوصفها حربا وإنما بوصفها أحداث بعض الكتابات لاحقا بتسميها حرب أهلية من نظرة أولية للروايات الشفوية المخرجة عن المشاريع المختلفة يلحظ أن الرواية الشفوية المتوفرة أغفلت في مجملها الحديث عن تفاصيل المعارك الدائرة خلال الفترة بين كانون الأول ديسمبر 47 ولغاية نيسان إبريل 1949 إغفالا يمنع من استخدامها كمصدر فعال في كتابة تاريخ عسكري للمعارك مع وجود استثناء في جزء أساسي من المقابلات المنفذة ضمن مشروع السكاكي وهذا كان أحد الدوافع لهذه الورقة في عنا مشروع أنتج في عام 98 أشرف عليه إبراهيم حامد هو القيادة في كتائب القسام معتقل حاليا في سجن نفحة محكوم بالسجن 54 مؤبد فإبراهيم حامد كان يعمل في مركز أبحاث جامعة بيرزيت ومن ثم انتقل إلى مركز خليل السكاكيني وأشرف على هذا المشروع مخرجات هذا المشروع كما سيأتي كان فيها جزء من المقابلات يعني هي المقابلات الشفوية الأبرز التي يمكن استخدامها لأي شخص بغايته تقديم تاريخ عسكري للمعارك حاولت هذه الورقة استنادا إلى دراسة الروايات الشفوية الخاصة بمشروعي بيرزيت والسكاكيني كعينة ممثلة لمجمل منجز مشاريع جمع الرواية الشفوية المؤسسية البحث عن المهمش في الرواية الشفوية للمعارك الدائرة خلال الفترة كانون الأول ديسمبر 47 نيسان إبريل 49 وأثر ذلك في التاريخ الأسكري لهذه المعارك وأنا هنا أبحث فقط عن جانب معين مهمش معين هو مرتبط بتوثيق التاريخ الأسكري فيه هناك طبقات من التهميش زمين عباد يحيى مثلا بحث عن المهمش في الرواية الشفوية متطبقا لحضور النساء في الرواية الشفوية خصوصا روايات الفلاحات وغيره من الزملاء فحصت كذلك أثر خواتيم المعارك على المحاورين وتحقق الهزيمة بالمحاصلة وإن وجد انتصارات جزئية وأثر الصدمة التي تلتها على الإنجندات البحثية وعلى إجابات المحاورين وأثر كل ذلك أخيرا على الرواية الشفوية كمصدر للتاريخ العسكري لحرب عموما ومرحلته الأولى خصوصا استندت الورقة إلى مراجعات الروايات الشفوية المتبقية من مشروع بيرزات أن مشروع بيرزات في الـ 97 أغلق جزء أساسي من رشيفه الشفو مفقود ولا يعرف أحد الآن مصيره والمتبقي الآن محفوظ في متحف جامعات بيرزات وموجود الآن إلكترونيا والاشتغال كذلك جاري على تطوير نسخة أفضل من الموجود وكذلك مراجعة المخرجات النهائية للمشروعين مشروع السكاكيني ومشروع بيرزات ومحاولة لتعميق الفهم والتجربة عمد الباحث إلى إجراء محاورات مختلفة عبر السنوات السابقة وأخيرا إجراء مقابلة بالمراسل مع الباحث الأسير إبراهيم حامد الباحث في مركز أبحاث جامعة بيرزات والمشرف على مشروع السكاكيني طبعا إهتمامي بإبراهيم حامد كان محوار الأساسي أن إبراهيم حامد يقدم في مشروعه في السكاكيني رواية شفوية مغايرة فكان السؤال لماذا؟ هل لأن إبراهيم حامد لديه أجندة مغايرة للأجندات التي كانت لدى الدكتور شريف ولد الدكتور صالح عبد الجواد أثناء قيامه في المشروع أو أن تجربته في جامعة بيرزات أثرت على ذلك أو أن تجربته في العمل العسكري دفعته الاهتمام بمحاولة البحث عن سيرة السلاح الأول في المرحلة التالية للتدوين الأول لحرب تزايد الاعتناء بالروايات الشفوية خصوصا في ظل التأثر غير مباشر بتحولات مناهج الكتابة التاريخية طبعا في الكتابة التاريخية الأولى نتحدث عن شخصيات كعارف العارف نتحدث عن شخصيات أخرى ممن اهتمت في عملية الكتابة التاريخية بالروايتي الشفوية بناقشها تفصيلا في الورقة لكن اسمحوا لي أن أتجاوزها الآن للحديث عن المشروع مباشرة عن مشروع بيرزات بإشرافها دكتور شريف كناعنة طبعا قبل جهد الدكتور شريف كناعنة في الأرض المحتلة كان هناك كذلك مجموعة من الجهود التي خرجت على إثرها نصوص خصوصا في بيروت بخصوص الدكتور شريف كناعنة الدكتور شريف كناعنة كان درس انثروبولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عاد إلى فلسطين في الـ 75 ليعمل محاضرة في جامعة بيرزات اقترب الدكتور شريف كناعنة من ما كان يسمى لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي في جمعية الـ 15 أسراء كان يشرف عليها مجموعة من الأسادس الباحثين معظمهم كانوا ناشطين في حزب البعض في سنوات السبعينات والستينات هذول الشخص عملوا على الاهتمام بتراث الكرة جاء الدكتور شريف كناعنة واشتغل مع هذه المجموعة عمل الدكتور كناعنة بدعا من العام 77 على توثيق الحكايات الشعبية كاستمرار الاهتمام من المجموعة المجموعة كانت أصدرت أول كتاب لها عن بلد الترمس عية وهو قد يكون من بدايات أو من بواكير الكتب التي خرجت في هذا الجانب أصدر مركز أبحاث منظمة التحرير في 72 عن أجندة كناعني خلال هذه المرحة يقول لم أكن مختصا في التراث الشعبي في دراسة العليا وإنما كنت دارسا للإنثروبولوجيا علم الإنسان وعندما عدتوا إلى فلسطين وجدت أن أفضل طريقة لفهم ما يدوري في المجتمع هي أن أتعامل مع الفلكلور كمادة إنثروغرافية للدراسة والتحليل في العام 87 كان أول بواكير مشروع الدكتور شريف كناعنة ضمن سلسلة الكرة الفلسطينية المدمرة أشار الدكتور شريف في بداية هذا في أول كتيب صدر أو أول نص بيصدر في السلسلة تعرفه في المشروع أنه مشروع ضخم قد يتألب على المشروع عدد من الأسباب والظروف تحوله دون إنجاز قسمي كبير منه وهذا ما حدث طبعا ولذ هذا فإن كناعنة عمد في تصميمه إلى المشروع لاختيار عدد من الكرة من نواحي مختلفة من فلسطين كي يكون الإنجاز مهما وتكون عين ممثلا اشتغل الدكتور شريف على ما سمي مقابلات مقننة بالإضافة لأحد إثم تفاوتها مع عدد كبير من السكان كان في جزء من المقابلات محددة بأسئلة سابقة وفي جزء منها محاورات عامية بيأتي شخص من دير ياسين بيتوجه معاه على قرية دير ياسين بيقعد درد شوية لم يكن كناعنة في البحوث التي أشرف عليها يقدم تاريخا مباشرة للكرة المدمرة وإنما كان بتعبير الباحث حمزي أسعد راصدا للتخريخ الاجتماعي للقرية وتحولاته ولأن الكرة لم تعد موجودة من ناحية على التاريخ الشفوي فإنه اتكى على التاريخ الشفوي من أجل الوصول إلى مادة تمكنه من فهم وتحليل القرية السيسيولوجية بهذا انعكست أجندة الدكتور شريف تكناعني على مقدمه من النصوص وانعكست قبل ذلك عن إنتاج الروايات في الشفوية ولذا كان من الطبيعي اختزال أي روايات يمكن أن تؤسس لتاريخ عسكان مقننة أسمحني سريعا في نموذج مرتبط بقرية دير ياسين من بواكير الكتب التي صدرت في هذه السلسلة كتاب عن قرية دير ياسين تم في إجراء ثمانية مقابلات مقننة لم يخصص الفصل الرابع لحدث منفرد وإنما جمع السياسة الحروب الهجرة ابتدأ الفصل بحديث عن الحرب العالمية الأولى وأثارها على البلدة وأهليها ثم أفرد جزءا رئيسا لثورة الـ 36-39 والعلاقات العربية اليهودية أنذاك بعد ذلك تحدث الكتاب إلى استنادا إلى روايات الشهود المسندة لأصحابها أو غير المسندة في بعض المقابلات لم تكن موثقة عن بواكير حرب 47-49 بدءا من الاستعدادات العسكرية الأولى في القرية فالاشتباكات الأولى قبل أن يصل إلى الحديث عن المعارك الأخرى اسمحوا لي باكتباس من رواية شفوية قدمها أبو ياسين كان لي أخ اسمه موسى وكان يحارب بالقسطر ولما رجع كان تعبان نام شوي بعدين سمعنا إشاعات أن اليهود دخلوا من الجهة الشرقية قام أخوي من النوم نص صاحب ونص نايم ورايح يضرب عليهم أجوا سكوهم من الخلف وضربوه لحد ما أغمي عليه وكان بإمكانهم أن يقتلوه بس ما كانوش بهذاك الوقت بدهم حد يعرف قبل ما يكملوا الحصار لتبدأ سلسلة من الروايات الموجزة جدا كان بعضها لمقاتلين شهدوا معركة تعكس هذه الروايات وجود إمكانيات لتوليد معرفة تفصيلية تؤسس لتاريخ عسكري تفصيلي يقدم نجحة نظر محلية عن واحدة من أبرز الحوادث التي شهدتها بمرحلة الأولى من الحرب ورغم أن شهادات المقاتلين أضفت نوعا من التوازن على الرواية السائدة في النص وأظهرت إلى جوار المذبحة البطولة إلا أنها بقيت موجزة يمكن التدليل على هذه الإمكانيات من خلال نموذج آخر قدمه فيما بعد وليد الخالدي في كتابه عن ديريا سي دكتور وليد الخالدي استند إلى مصادر أولية مختلفة كان أبرزها روايات شفوية إذ اعتمد الدكتور الخالدي على روايات شفوية سجلها أحد أبناء القرية سابقة جمع هذه الشهادات بمفردي وهذا سيما لاحق في مشاريع الروايات الشفوية الجهد الذاتي والفردي ووضحها بين يديه استمدت هذه الرواية مباشرة من أحد مقاتلي القرية خليل سمور قدم روايات تفصيلية سردية مغايرة للمعركة تبرز ممكنات الرواية الشفوية في كتابه التاريخ مجهري شامل نحن نحكي عن يوم كتب فيه كتاب فضلا عن كدترها في تاريخ أسكري جزء لاحقا طبعا الدكتور شريف كنعني يقدم مشروعه لمؤسسة الدراسات الفلسطينية مؤسسة الدراسات الفلسطينية تضع صيغة مختلفة لفكرة المشروع لتخرج فيما بعد بكتاب لكي لا ننسى من تحرير وليد خالدي اشتغل فيه طبعا كباحثين رئيسيين الدكتور شريف كنعني رحمة الله عليه الدكتور كمال عبد الفتاح ومجموعة آخرين من الباحثين في جامعة بيرزيت وفي مناطق أخرى لاحقا في الأربعة وتسعين بعد توقف الكتاب سلسلة الكتب الكرة المدمرة بتولى دكتور صالح عبد الجواد رئاسة مركز أرحاث جامعة بيرزيت خلفا للدكتور علي الجرباوي علي الجرباوي في مراحلته لم يكن مهتما بالكرة المدمرة يهتم بالشخصيات الفلسطينية فأخرج سلسلة تذكرات صالح عبد الجواد يعيد إحياء سلسلة الكرة الفلسطينية المدمرة فيصدر كتاب طبعا نحن نتحدث هنا توقع أوسلو فيه تغيرات جديدة قاعدة تطرأ في المنطقة أول كتاب في السلسلة كان عن قرية اسمها قاقون من منطقة طول كرم في النسخة الجديدة تجاوز عبد الجواد تفرد الريواتة الشفوية كمصدر واعتمدها كمصدر تعويدي في ظل تغيب المواد الوثائقية الفلسطينية والمواد الوثائقية للعربية المتعلقة للحرب بمعنى صالح عبد الجواد نظرته إلى المصدر التاريخي لم تكن أنه بستيميا هذا المصدر يساوي هذا المصدر وإنما كان هذا مصدرا تعويضيا لغياب الوثيقة فإذا وجدت الوثيقة ما في دعي للرواية الشفوية أو رواية الشفوية تسند هذه الوثيقة كتب عبد الجواد في مفتتح السلسلة الجديدة أثناء حرب الثماني وأربعين أجبر أكثر من ثلاثة أربع مليون فلسطيني على هجر أوطانهم وملائب صباههم حوالي ستين بالمئة من هؤلاء كانوا من القرويين لم يكن ذلك بفعل الأحداث التي ترافق عادة الحروب ويلاتها وإنما نتيجة لمخطط صهيوني مدروس لم يترك أمام معظم الفلسطيني خيرا سوى الموت أو الرحيل وهكذا تحول في غمضة عين من شعب ومجتمع إنساني تنغرس جذوره في أعماق التاريخ لاجئين تبعثروا في بطون الطرق والمسار تكدسوا في الشاحنات أو ما تيسر من السفن الشراعية والكوارب يحملون وطنهم معهم أن راحوا غارسين أرضهم في كيانهم نفسه ليس مهم من أمل أو حلم إلا بالعودة يعكس هذا التقديم لعبد الجواد والصيغة التي صاغها في غير موضع لاحق للحرب فالحرب بنظرة عبد الجواد لم تكن إلا تضخيرا عرقيا ويتفق في ذلك مع إيلان بابه بدلا من المعارك العسكرية التي هي محور البحث التاريخ وأن الحاجة هي للتاريخ اجتماعي للعمليات العسكرية لا تاريخ عسكر آمن عبد الجواد كما يبدو مباقلة بابيال التي اقتبسها بأن الحرب لم تكن مطلبا فلسطينيا فالحرب لم تكن إلا أدالة تطهير العرقي وليس العكس ولذلك تعريفه حتى للمتزرة لاحقا بيرتبط بهذا طبعا أنا وجهة نظر مغايرة اعتمادا على مصادر أولية من المقاتلين أنفسهم وكذلك من القيادات العربية التي كانت مشرفة على اللجنة العسكرية العرب لم يكونوا في لحظة آذار 1948 غير مستعدين للحرب أو ما بدهم يستعدوا للحرب وإنما لا العرب كانوا مؤمنين من اللحظة الأولى بضرورة أن يبدئوا بعمل العسكريين والمبادرة في العمل العسكري من شهر 1247 وعملوا لذلك واللجنة العسكرية العربية خططت لذلك أحيانا الظروف سعادتهم والإمكانات سعادتهم أحيانا الإمكانات خذلتهم وهذا كان في معظم الوقت قاد الاشتباك مع الرواية الصهيونية الجديدة نتحدث طبعا الأربعة وتسعين في عنا موجة جديدة من سمية موجة المؤرخين الجدد وبالتالي الآن في محاولة عربية للاشتباك مع هذه ما قدم في الرواية الصهيونية الجديدة لنامط جديد من الأسئلة في السلسلة الجديدة صف سؤال لماذا هاجر الفلسطينيين أو لماذا هجر الفلسطينيين السؤال اللي بيسأله بن موريس هو السؤال المركزي والسؤال المتعلق بالتطهير العرقي كذلك اللي بيسأله إيلان بابيه صفه هو السؤال المركزي السؤال المتعلق بالعلاقات العربية اليهودية اللي بيطرحوا أفشلاين كذلك سؤال المركزي والنقاش الآن في الرواية الجديدة التي يقدمها عبد الجواد مرتبط في هذا المتأثر أو في سجاله مع هذه المعطيات المقدمة في الريوال الجديدة عبدالجواد كان مؤمناً بأن المجتمع الفلسطيني الذي لم يؤمر بالحرب ولم يعد أو يسعى لها استيقظ بفعل إكرار المشروع التقسيم وهذا واختلافه عن إيدان بابيل ومتلاه من سكون عدواني لمنظمة الصهيونية المختلفة فباع الآلاف الفلاحين أراضيهم وذهب نسائهم لشراء السلاح والذخير وعندما أثبتت مقاومتهم عدم جدواها وطول ديمقراهم وانتظروا في الأراضي المجاورة وقتل الألاف منهم أثناء محاولتهم العودة للمنازلين وأنهم على الرغم من عجزهم عن اقتحام المستوطنات الصهيونية المحصنة جيداً إلا أنهم نجحوا لعدة شهور في مضايقة وشل حركة القوافل الصهيونية في بعض الأحيان وهذا غير صحيح تاريخياً لأن على سبيل المثال نموذج في يافا في كثير من العمليات الخاصة التي نفذتها حامية في عمليتين أساسيتين مثلاً في بات يام اللي بيحكي عنهم كان يقوسوا دخلوا كل التحصينات في أحدها العملية قتلوا اثنين في استحكام سمي استحكام الموت لاحقاً بنصفوا المقر الأساسي للهاجناة في يافا في عمليات الكدس نصف مقر الأساسي للوكالات اليهودية نصف مقر أساسي مجموعة من الفناديك التي كانت تستقر فيها قوات البلماخ في الكدس إلى آخر وبهذا فإنه يمكن النظر إلى رؤية عبدالجواد إلى الحرب وصفه حدث من وجهين بالحد الأدنى وهذا استثناء نسب إن شكل إضافي ما يمكن أن نستفيد منها في التاريخ العسكري للحرب وجه التطهير العرقي بالإضافة لوجه البطول انعكست هذه الرؤية في استمارة الأسئلة التي استند إليها الباحثين في استجواب المحاورية بهذا الحضور تكثفت المادة التي ممكن أن تسهم في رافض التاريخ العسكري لكنها بقيت محدودة لمحدودية الرؤى المستجوابين أولاً لأنه كانت العين عين مختارة بناء على القرى التي بيشتغلها والأسباب أخرى متعلقة بالرؤى وقدرات الباحثين نرى تختلف قدرة إبراهيم حامد مثلاً في الاستجواب عن قدرة زميل أو زميل آخر ممن كانوا يستجبون بهم أو يقابلون وكان من الممكن لو نجح عبدالجواد في تحقيق مشروعه المسمى سباق مع الزماء أن تتوفر في هذه الرؤية مواد أخرى ترفض التاريخ العسكري للحرب كان في محاولة الاستهداف نصف مليون لكن طبيعات أوسلو قالوا للناس أنت إحنا دخلين على مرحلة جديدة شو اللي تتحكي فيه مؤسسات بحثية كبرى فلسطينية رفضت أن تدعم هذا المشروع نوصل الآن للاستثناء الاستثناء اللي هو منتجات أو مخرجات مركز خليل السكاكيني طبعاً إبراهيم حامد كانت تجرباته الأولى في مركز أبحاث جامعة بيرزيت التحق في أبغسط 1994 بالجامعة كان حامد في ذلك الوقت أحد قادة كتائب القسام وكواديره الرئيسين في الضفة الغربية حامد آمن بالضرورة التنظير إلى المرحلة التي دخلها إسلامية وفلسطين بتأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس وضرورة ما يسميه إحياء فقه الثورة وأسهم عدد من قيادات الكتل الإسلامية في الجامعات أبرزهم عادل العوض الله وصالح العروري في صناعة الحدث وبصناعة الإسم والصورة في ضوء هذه الخلفية اندمج حامد في مشروع توثيق الكرة المدمرة وأنجز كتاب وهو زرعين بإشراف عبدالجوات طبعاً انتهى مشروع بيرزيت حامد بدأ العمل في مشروع آخر في عام أوائل 98 في مركز خليل السكاكيني بوصفه باحثاً رئيسياً في المشروع الآن هذا المشروع خرج في سلسلة أجريت مجموعة من المقابلات التي كانت تقدم أمام الجماهير وخرجت لاحقاً في سلسلة السلسلة هاي تظهر الاستثناء الذي قدمه حامد حامد خرج أربع أربع تسجيلات كل تسجيل يبدأ بمجموعة معركة حيفا معركة مثلاً منطقة اللد منطقة القدس منطقة معارك حيفا ومن ثم مدزرة أو الخروج من حيفا ثلاث معارك في التسجيل الواحد ثلاث معارك وحديث عن مدزرة أو حديث عن مدبحة أو حديث عن خروج وبالتالي ظهر الحرب فعلياً وجهاً لأنها وجهاً آخر للحرب يوصيها حرباً مركبة قاتل فيها أهل البلاد في مختلف مراحل كتالاً حقيقياً محققين انتصارات وإخفاقات وأن هزيمتهم في المحصلة العامة لم تكن قدراً محتومة وإنما لعوامل وفواعي المختلفة مركبة وأبرزت الروايات الحاضرة في البرنامج المعارك في جبهات الكتال المختلفة مقابل موضعة المذبحة والتهجير في سياق محدد وأعلت هذه الروايات صوت سلاح أهل البلاد وأهله انعكس هذا الحضور للسلاح وأهله في قيمة هذه الروايات كمصدر مفترض للتاريخ العسكري وكان افتراضي الأولي أن هذا النموذج الاستثناء انطلق من رؤية مغيرة للحرب لم يكن فيه حدث التطير العرقي الحدث المركزي وإنما فقع المقاتلي أهل البلاد وأن هذه الرؤية طبطت بمهتممات إبراهيم حامد بوصفه مقاتل ومن قبلت إبراهيم حامد وجهت له الأسئلة في ضوء هذه الافتراضات لكن إبراهيم حامد أشار إلى أنه لم يكن في لحظة بحثه في كتابه الأول زرعين بعيداً عن نصوص زملائه السادقين وأن هذه النصوص تأثرت بسكل أساسي بالاشتباك مع عذبيات المؤرخين الجدد لذا حضرت فيها أسئلة الهجرة والتهجير بشكل مركزي وبرد بشكل أساسي على رواية التي يقدمها بنيموريس لكنه يؤكد بأن هذا الاشتباك الذي انعكس في الاستمارة المعدة من قبل عبد الجوادي للرواة لم يكن العامل الوحيد في توحيد النص وإنه لم يتعمد التأريخ للجانب العسكري لحرب وإنما كان الأمر مرتبط بطبيعة الرواة حط هو مسرد زمني صدف أن جميع الرواة الذين قابلهم كانوا مقاتلون بالعودة للمشهور نرى أنه لم يكن من أجندة سابقة حاكمة للبرنامج وشهوده وأن فعله الأول كان تحديد مسرد أحداث عام الحرب وبناء على هذا المسرد تم البحث عن الشهود وإبراز الجانب العسكري للحرب كان نتيجة للمبحثين الموجودين خلاصة قيدت الأجندات المسبقة التي تفترض نمطا معين من الأسئلة يقيد حدود الإجابات استباقا ممكنات الرواية الشفوية المتعلقة بالحرب كما أنه بالنظر إلى موذج الاستثناء أي مخرجات برنامج شهادات النكبة وجد أن نمط إدارة المحاورة كان عاملا رئيسا في الحد من الرواية الشفوية التي من الممكن أن تسهم في التأريخ العسكري جاب مجموعة من الشخصيات كلهم كانوا تقريبا أنا ذاك كبار في السن تحدث عن سنة 98 جلسهم على طاولة وبدأ المحاورة أول واحد تحدث عن تجربته في القتال فالثاني تحدث عن تجربته في القتال فالثالث تحدث عن تجربته في القتال من تبه مطلقا رغم أنه 98 يعني من سنوات النكبة أوسلو لم ينتبه مطلقا لهجرتهم من قراءه وبكل تأكيد وجد حتى النساء لما قابل النساء تحدثوا كذلك عن دورهم في المعركة دير ياسين دورهم في تسليح رجالهم أو في المشاركة في عمليات إطلاق النار إذ أن الكثير من الروايات عمدت إلى اختزال الحرب ومعاركها أو المقاومة عموما وفي أحيان أخرى عمدت إلى نفيها لعل أبرز هذه العوامل العوامل التي أثرت في سكاة رواي الشفوية في المرحلة الأورى أثر الهزيمة خصوصا في المرحلة الأولى من الحرب إذ أن الهزيمة وما تلاها من تهجير وفقدان للبلاد دفعت الكثيرين للصمت إذ حضر لديهم سؤال الجدوى ما قيمت فعلنا بعد سقوط البلاد في كثير من الناس الذين سمعت مقابلهم وقاتلوا في يافا وعندي تفاصيل قتالهم بالوثيقة بخط يدهم قاتل ثلاث شهور في يافا واحد زي كامل الشريف فيما بعد مصير رئيس وزير في الأردن رئيس مؤسس جريد الدستور إلى آخره قاتل في يافا من شهر 12 إلى 13 شباط 13 أذار 48 ولدينا تفاصيل مشاركاته في المعارك لأنه كان يبعث تقرير لقائد الحامي بخط يده لكن شخص كهذا لما نقابله دكتور عزام التميم في برنامج مراجعات يتحدث عن يافا فقط في دقيقة إذن وفعليا بكله ما سقطت يافا هذا الشخص يعكس نموذج لآخرين فتحول الاشتباك اليوم المثخن في العدو والحافظ لبعض الأرض إلى تقوس أو مكانش فيه طبعا هذا الاشتباك فعليا في يافا هو الذي حفظ القدس لاحقا صمود يافا لشهر خمسة عنه أنه نحجز خمس ألاف مقاتل يهودي في منطقة تل أبيب بعد ما سقطت يافا هذول توجهوا إلى الجبهات الأخرى مباشرة لو توجهوا مبكرا إلى منطقة القدس لكانت سقطت القدس ولا ما بقي ضفة غربية ولا ما بقي قطع غز بالإضافة لذلك فإن جزءا من المقاتلين آثر الصمت لأسباب أمنية جماعة فيك ناس أنا قتل في يافا لأنه فيما بعد في السبعة وستين تسقط البلد فبيظل في عندهم هذا الهاجس وفي ناس لليوم فعليا اليوم يبحث عن جثث قتلى صهاينة سقطوا في يافا في جزء من الجثث أسهم في يعني سبب عدم وجود هذه الجثث إنهم أصلا كانوا معتقلين إثنين مثلا من مخابرات البالماخ اعتقلوا في يافا كانوا مستعربين وتجسسون على الحامية فاعتقلتهم مخابرات الحامية حققوا معهم أعدموهم ودفنهم لغاية الآن يبحث عن جثثهم ففي شخص من الفاعلين في هذا الفعل يعني كان في عندهم هذا الهاجس نختم آخر شيء كل ذلك وهذا المهم بالنسبة لي الآن كل ذلك جعل من حضور المادة الأولية التي أمكن أن تسهم في بناء التاريخ الأسكري لحرب حضورا هامشية في الرواية التاريخية لكن هذه الحرب لم تكن فعل أهل البلاد الوحيد في مواجهة المشروع الاستعمار الممتد ووجدت لحظات مستمرة لكل لحظة منها خصوصيته أثرهم الممتد إلا أنه تتضاعف قيمة الروايات الشفوية في حالات محددة خصوصا عند التاريخ لمرحلة مهمة من فعل العسكري داخل الأرض المحتلة التي اتسمت بالسرية كما حدث بعد الـ 67 ولهذا فإنه من الضروري تجاوز التهميش الذي تم سابقا والعمل الجدي على توليد مشاريع روايات شفوية تحاول أن تحفظ أكبر قدر ممكن من الشهادات حول هذا الفعل لأن المقاتلين بدأوا يموتون لمن بقي من فاعلين في حروب فلسطين ومقامتها التالية تأسيسا لتاريخ عسكري شامل ولا بد من إشارة من واقع خبرة ميدانية محدودة أن المشاكل التي تواجه الباحثين سابقا ومخرجاتهم كالاختزال أو النفي والإنكار من الممكن أن تتكرر في مخرجات المشاريع الجديدة والتجاوزها يتوجب التسلح بمعرفة أولية تستند إلى مصادر أولية مختلفة كما يتوجب التسلح بقراءة أكثر عمقا لمخرجات وإشكالات المشاريع السابقة شكرا لكم سامحوني عامل شكرا بلال محمد عثماني باحث دكتوراه في التاريخ العثماني الحديث في جامعة كاموكلو في تركيا ومترجم عن الإنجليزية والتركية بشقيها العثمانية والحديثة حزر باكادور يوس في الهندسة المدنية والماجستير في الدراسات الإسلامية والإعلام مهتم بمباحث فلسفة التاريخ والكتابة التاريخية الحديثة تخصصه الأضيق هو في تاريخ المؤسسات العثمانية والنظام السياسي وتلورها عبر التنظيمات في القرن التاسع عشر أنوان المحاضرة الطامعون في عطف ظله الهمايوني حدود تصور البيروكراتية العثمانية للهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين من 1876 إلى 1884 فضل مهتم صباح الخير للجميع بالبداية أشكر رئيس الجلسة والزملاء الكرام في هذه الجلسة على ما تفضلوا به وقدموه والشكر موصول لا شك للمركز العربي للأبحاث ومؤسسة الدراسات الفلسطينية على ما قدموه في هذا المؤتمر جوانبه الأكاديمية والإعلامية ولا شك الشكر مخصوص للجنة التحكيم التي ساهمت في إثراء هذه البقوث عنوان ورقتي هي الطامعون لعطف ظله الهمايوني حدود تصور البيروكراتية العثمانية للهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين بين ستة وسبعين وثمانمائة وألف وألف وتسعمائة وأربعة اسمحوا لي في البداية اقتبس ثلاثة مقولات قد تنبئ عن معنى هذه الورقة المقولة الأولى لمتصرفي القدس أحباد رشيد في ألف وتسعمائة وخمسة وعلي أكرم بيك في ألف وتسعمائة وسبعة إذ يقولان من مصدرين مختلفين طبعاً من غير مساندة الدول الإمبريالية يصعب التحكم بموضوع هجرة اليهود بالطبع لدى الحضور الكرام المتخصص في القضية الفلسطينية معرفة ألا أن هناك تواصل واضح بين الإمبريالية وهجرة اليهود ولكنها لما تكون حاضرة في ذهنية البيروكراتية العثمانية أن ذاك لا شك وأن الأمر يصبح له أبعاد مختلفة وخاصة أن هذين المتصرفين في القدس ليسا من خبراء الأطراف العثمانية الذين عينوا فيها بل هم من بيروكراتية المركز يعني من القصر الحاكم لماذا يعينوا بدون خبرة سابقة في متصرفية القدس له أبعاد تحدثت عنها المقولة الثانية قبل خمسة عشر سنة من مقولتهما هي لشخصية أرمانية لمهران بوياجيان بوياجيان في عام 1891 إذ يقول لن تؤسسه سلالة غوتشيلد دولة بني إسرائيل بالمدافع والبوارين بل عبر الهيمنة على الأراضي بالزراعة والصناعة والتجارة دون إشعال أي حرب هو مبعوث السلطان للأراضي المقدسة لتقصي أحوال عائلة غوتشيلد وشبكاتها الأخطبوطية والعنكبوتية في إلسطين هكذا وصفهم بالاحتلال الصام قبل عشر سنوات منه يعني في عام 1880 يأتي لورانس أوليفانت الصهيوني المسيحي الإنجليزي يعني ليس يهودي ويقول على مأدبة عشاء أمام السلطان ولكن ليس على سبيل أن تكون دولة داخل الدولة يقصد الوجود اليهودي في فلسطين كيف كان لعبارته الأثر فيه فالتناقل ضمن وثائق الأرشير كيف تناقلتها البيروقراطية وأسست لنوع من وعي هذه البيروقراطية في مسألة هجرة اليهود هذا ما تحدثت داخل الورقة عنه لكن هذه المقولات تنبئ عن ما أريد أنتقل لبيان تفاصيل العنوان في الحقيقة لأنه يحتاج للشرق بشكل مبسط يتكون العنوان من شقين شق مجازي وآخر إجرائي فأما المجازي فهو الطامعون بعطي ظله الهما يوني يا ترى من هم هؤلاء الطامعين هم ليسوا فقط دعاة تهجير اليهود إلى فلسطين من الصهاينة وغير الصهاينة فل كذلك هم الرأسماليين والدول الإمبريالية التي بينها مصالح تقطع بينها وتتقاطع كذلك وحتى الفاسدين في نفس الدولة الذين لهم مطامع مختلفة يؤثرون على المسألة لأن موظفي الدولة كان لهم أيضا أثر مهم في كبيروقراطية في قضية وجود اليهود في فلسطين أو عدمه بالطبع فكلهم هؤلاء طامعين بعطف ظله الهما يوني فالعطف ظله الهما يوني هو مصطلح وثائقي في الحقيقة يشير وكناية عن الدولة إذن هم طامعين بعطف الدولة لماذا استخدمته؟ لأنه يدل على أن الحبل الشوكي لهذه الدراسة هي وثائق الأرشي العثماني على وجه الخصوص فهي يعني معروفة بالطبع لدى المتخصصين في الدراسات العثمانية بالنسبة للشق الإجرائي من العنوان فهو يحتوي على أربعة مقدمة تفصل بين هذه الورقة وموضوعها كورقة مستلة عن الأطروحة ومضمون تلك الأطروحة يعني الأطروحة التي أتحدث عنها هي تحتوي على مواضيع وقد تحتوي أيضاً مع كتابتها ما لا تكون تحويها هذه الورقة المستلة هذه المقدمات أولاً أربعة حدود التصور نحن لا نستطيع أن نحيط تماماً بالذهنية ونكتشفها ذهنية البيروقراطية نحن نطف عند حدودها يعني نوع من الحذر لأن الإحاطة بالذهنية بشكل عام يصعب كون أننا نتعامل مع جمع هائل من موظفي البيروقراطية في المركز على وجه الخصوص المقدمة الثانية هي السلوك ككلمة مضمرة غير موجودة في العنوان والسلوك نوع من عدم التعجل في الجزم بوجود سلوك مع أو ضد الهجراء تهجير اليهود أو وضعهم في كانتونات معينة في فلسطين فالذهنية باب للسلوك إذا استطعنا أن نعرف الذهنية عبر حدودها وما يقترب منها يمكن فيما بعد أن نتحدث عن السلوك أثالثاً الحديث عن البيروقراطية لا البيروقراطية يعني هنا لسنا نتحدث عن نتحدث عن بيروقراطية كسياسة الدولة العامة في هذه الورقة على وجه الخصوص لا البيروقراطيين كرجال البيروقراطية أما المقدمة الرابعة في الحديث عن أرض فلسطين وليس عن فلسطين المقصود أن أرض فلسطين هي عبارة أيضاً عن مصطلح وثائقي واحدة يدل على فلسطين العثمانية فلسطين الطبيعية مثل سوريا الطبيعية وكذلك فلسطين المتخيلة بما هي يقترب من الذهنية وليست فلسطين الإدارية التي ارتبطت بمجموعة من الوحدات الإدارية المختلفة مثلاً في ولاية بيروت وفي سوريا كذلك لا ليس حديثنا عن المسألة الإدارية بالقدر ما هو الحديث عن المتخيل أنتقل فوراً استغلالاً للوقت الحديث عن الخاتمة والنتيجة ما الموضوع الذي أنا أردت بالتفصيل الحديث عنه في هذا الأمر أردت أن أضع تعريفاً تأريخياً للقضية الفلسطينية عبر فهم ما هي المحيط الذهني كمصطلح للبيروقراطية العثمانية في تعاملها وإجراءاتها مع وجود اليهود الفلسطيني وذلك أصل إليه عبر ثلاثة أسئلة السؤال الأول هل وجدت فعلاً إجراءات تكشف عن ذهنية توحي لنا بوجود مقاومة أو تعامل مخصوص مع عجرة نوت في فلسطين أو تواطئ الجواب نعم في أغلب الدراسات التي وجدتها لكنها نعم نسبية فدراسة مؤدلجة شعبوية تعطينا نعم مختلفة عن دراسة تقدم مداخل بحثية لذلك السؤال هذا لا يكفي أنتقل إلى السؤال الذي يليه والذي لا يكون هل فشلت أو نجحت هذه الإجراءات؟ بل لماذا فشلت هذه الإجراءات في الحقيقة؟ لذلك الفشل نسبي في الدراسات التي تتحدث عن هذه الإجراءات لمقاومة وجود اليهود في فلسطين من قبل السلطة فهو أيضا سؤال لا يكفي أنتقل إلى الذي يليه أين كانت أولويات مواجهة الهجرة اليهودية بإجراءاتها ضمن أولويات سياسة الدولة العامة الأكبر إنها أصل إلى التعريف الذي أريده للقضية الفلسطينية وهو أنه ارتبطت مسألة وجود اليهود في فلسطين في ذهنية البيروقراطية عبر جمع من الدعاء الدول قدمت مشاريع مختلفة عبر القرن التاسع عشر للسلطة العثمانية تضاربت، توافقت، اختلفت بحسب المصالح العامة لها ارتبطت مع علاقة الدولة العثمانية بأوروبا العلاقة المزمنة ارتبطت بمكينيكيات الدولة الداخلية كالفساد ومحاربته أو عدم محاربته وترسيخه أيضا ممكن يكون هذا ولكن عدم وجود آليات محاربة الفساد الخوف من تشكيل ملة جديدة ذاكرة الإدارة العثمانية في التعامل من جهة في سوريا بين المارونيين والدروز ومن جهة أخرى في المركز بين الأرمن والأقراض لا شك أنها كانت حاضرة آنذاك وهم كانوا يخافون من وجود تجمع لليهود لأجل أن لا يصطدموا اصطدموا بالفعل مع العرب في فلسطين لكن أكيد أن هذه الميكانيكيات التي في الدولة أيضا سببت في التأثير على وجود اليهود في فلسطين أو حتى مقاومته إلى درجة ما نسبية أو عدم استطاعة ذلك كل هذه المحددات كانت موجودة وحاضرة في ذهنية البيروقراطية عندما نريد الحديث عن مسألة وجود اليهود فيها هذه الخاتمة في تكثيف واقتضاء أنتقل بعضها للحديث عن أقسام الدراسة في الحقيقة والتي تكونت من خمسة أقسام اثنين في التمهيد والتمهيد احتوى في القسم الأول على المدخل النظري للدراسة أو للورقة ألا وهو مصطلح المحيط الذهني الذي تحدثت عنه المحيط الذهني هو كمصطلح موجود في مبحث تاريخ الذهنيات ضمن مدرسة الحوليات الفرنسية ما هو؟ ما تفاصيله؟ القسم الثاني الأدبيات وتقسيمها ثم أنتقل في القسم الثالث الذي هو المبحث الأول في الدراسة وأتحدث عن عرض وثائق الأرشيف سياق عرائض استرحام أو التوسل التي قدمها دعاة الهجرات اليهودية لأرض فلسطين المرفوعة للسلطة العثمانية ما هي تطوراتها؟ من هم الشخصية؟ القسم الرابع أي المبحث الثاني مناقشة إجراءات البيروقراطية العثمانية كرد فعل على تلك العرائض وعلى تلك المطالب كيف كانت تلك الإجراءات؟ ما هي تفاصيلها؟ أما القسم الخامس والأخير من الدراسة فهو الخاتم والخاتم طبعا ليست مجرد فقرات لتلخيص الدراسة لا هي عبارة عن مناقشة الإجراءات كذلك يعني ما بعد الإجراءات أي الوعي والتصور والذهنية التي قبل قليل يعني فضلت الابتداء بها المحيط الذهني للبيروقراطية العثمانية نحو إرهاصات إشكالية القضية فلسطينية طبعا عثمانية في فترة الدراسة التي حددتها بين 67 و 800 و 1904 فترة الهجرات السياسية وتداخل وتشاكلها مع الدولة من أقسام الدراسة أنتقل لبيان الإطار النظري واستلوا ثلاثة مقولات لكبار أساطين مدرسة الحولية لوسيان بيرر يقول ليس الفرد أبدا إلا ما يسمح به عصره ومحيطه الاجتماعي من جيل الحوليات الثالث جاك لغوف يقول ذهنية شخصية تاريخية ما فرد يعني على عظمتها ونضيف وعلى هامشيتها ليست سوى تعبير عما تشتركه مع معاصرها المقولة الثالثة لفرانس وادوس الذي رد على مدرسة الحوليات بالمناسبة برد حولياتي يقول وضع لوسيان بيرغ نفسية يعني يقصد ذهنية فرد ألا وهو مارتين لوثر مع المحيط الذهني لألمانيا في القرن السادس عشر ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ نستفيد أنه هل تدرس الذهنية أو الفكرة فرديا أو جماعيا كما ترون أنه هناك تداخل وتشاكل بينه ممكن أن تدرس فرديا وممكن أن تدرس جماعيا كمحيط ذهني ولكن أغلب دراسات تاريخ الذهني التي يمكن أن نشهدها كانت بايوبرافيات فردية لم تكن جماعية رغم ذلك في المدخل النظري تحدثت عن ثلاثة نقاط قابلة للطرح والزيادة والنقصان حول إمكانية دراسة الذهنية من الجماع فأولى هي طبيعة وقابلية فكرة في الحقيقة للفصل بين الفردي والجماعي وذكرت أمثلة فممكن أن نجد أفكار مختلفة الشعبوية العنف العلمانية كذلك المجال الذي يحدد الباحث يجب على الباحث أن يحدد أنا أريد أن أدرس جماعي أو فردي وكما سبق وبينت أنني في هذه الورقة على وجه الخصوص أتحدث عن البيروقراطية كحالة جماعية في النقطة الثالثة مصدر ومدى الذهنية أو الفكرة لا شك أن الخوف على سبيل المثال من الوباء والكل يعرف معنا الخوف من الوباء هي فكرة جماعية بينما الخوف من السجن قد يكون جماعي وقد يكون فردي نفس الشيء التعامل مع مسألة اليهود لدى البيروقراطية هو اجتمع في سياسة دول ودبلوماسية وكذلك مسألة الديون فهي كانت نوع من همشاغ العام للبيروقراطية القسم الثاني ألاوه هو الأدبيات في هذه المسألة أتحدث عن مسألتين الموقف الأخلاقي والحكم الأخلاقي في قسم الأدبيات تفضل الدكتور عزمي بشارة في البداية أنه رغم أنك كمؤرخ لا يمنعك من أنك قد تتخذ موقف ما من القضية نحن هنا نجتمع لبيان موقف أخلاقي في الحقيقة تجاه القضية وهذا يعني واجب لكن معه دون تناقض لا يجترم المؤرخ الحكم الأخلاقي في دراساته يعني أنني لما قسمت الأدبيات لم أستطع تقسيمها وفق حكم أخلاقي بما معناه تلك الأدبيات التي تدافع عن الدولة الوثمانية أو التي تهاجمها أو التي تدافع عن شخصية ما أو تهاجمها كان تقسيم الأدبيات إجرائي فالقسم الأول هو وثائق الأرشيف العثماني كيف نتعامل مع الأرشيف أو بلغة أخص كيف وصلنا إلى وثائق هذه الدراسة عبر ثلاثة عوامل يعرفها كل مشتغل في الأرشيف العثماني تابعا لرأسة الجمهورية التركية قمت الدراسة كيف نختار تصنيف الوثائق التي موجودة في الأرشيف والكلمات المفتاحية التي نصلنا إلى وثائق الأرشيف القسم الثاني من الأدبيات أولئك الذين كتبوا عن القضية الفلسطينية طبعا فيما يتعلق بموضوع الورقة وهم متخصصين بها تفرعوا للكتابة عنها ووضعوا أطرح خاصة هؤلاء وضعوا دراساتهم بأطر معينة كيف يمكن استفادة من هذه الأطر لرفض ودعم هذه الورقة بينما القسم الثالث كانوا لمن كتب عن القضية الفلسطينية ولكنهم من غير المتخصصين هؤلاء كان لديهم مقاط ضعف ينبغي الاستفادة منها كذلك لرفض معنى هذه الورقة في انتقالي للمبحث الأول الذي فيه سياق عراض الاسترحام لا بد أن أشير لي لمحة أخرى من فكرة مدرسة الحوليات ألا وهي أنها انتقدت المدرسة المنهجية الفرنسية بائسة الكتابة التاريخية التي ثبتت التاريخ وفق الحدث السياسي ووفق الشخصية وتجسيدي سبب الأحداث التاريخية وفق تعليل من جهة واحدة بشكل خطي يعني أنه شخصية التي السلطان على سبيل المثال الذي تسبب بوجود اليهود في فلسطين أو السلطان الذي منع وجود اليهود من فلسطين أو هيرتسل الذي كان هو عراب الفرنسي بالحقيقة هذه الشخصة لتلك الأحداث قد تكون بالنسبة لمدرسة حوليات غير مقبولة لذلك تحدثت بشكل ما بعد السلطان أي عن البيروقراطية التي هي في عمق السلطان كذلك تجاوزت الحديث عن هيرتسل للحديث عن الفكر المؤسس لمطالب هيرتسل لذلك بدأتوا في الحديث عن الشخصية اليهودية الأولى التي هي ناثان لغوتشيل تخيلوا أنه في عهده كان أول اتصال بينه بين العائلة العثمانية إلى زمن محمود الثاني نحن نتحدث عن الربع الأول من القرن التاسع عشر عن طريق ابنه ناثان لغوتشيل جلس مع السلطان محمود الثاني ولكن مع شديد الأسف لم تكن لنقاش مسائل اليهود في فلسطين ناثان لغوتشيل بات ابتدأت مع جيمس لغوتشيل ابن عم ناثان تواصل مع الوزير العثماني التنظيماتي الشهير مصطفى رشيد باشا في مسألة اليهود في فلسطين لكنها كانت مطالب عادية جدا يحس بوثائق الأرشيل متى ابتدأ وجود في وثائق الأرشيل فيما تحدده طبعا مطالب واضحة أو أكثر زخما متعلقة باليهود مع موزيز مونتوفيوري الذي هو أشكناس إنجليزي هو عديل ناثان لغوتشيل بالمناسبة تزوج من جوديد كوهيل كانت مطالبه مشاريع خدمية ابتدأت من عهد السلطان عبد المجيد واستمرت حتى أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر مشاريع خدمية يريد أن يعين اليهود في فلسطين لكنها لم تكن كانت ضبابية تماما مثل الإجراءات التي تعاملت فيها السلطة معه يعني كان هناك تدرج بين تلك المطالب التي يقدمها هؤلاء والتي تبينها إجراءات الدولة عفونا محمد لو سمعت معك خمس دقائق نعم خمس دقائق نعم تماما لورنس أوليفانت من نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى منتصف الثمانينيات كانت مشاريعه أكثر حدية أكثر راديكالية وهم أنه ليس بيهودي كان يريد أن يسلح اليهود في فلسطين كان يريد أن يبدل لهم حاضرة وكانت واضحة تواصلاته مع البيورقراطية لكن الشخصية الأخطر هو ابن جيمز الذي هو ايدموند جيمز ديوردشيل في مدة القرن التاسع عشر وحتى الربع الأول من القرن العشرين كانت له شبكة هائلة جدا في فلسطين وكانت حتى لعب على معادلة الانتيازات والديون في الدولة لذلك بعد أن استعرضت الحديث عن تدرج في مثل هذه العرائب وبشكل مكثف والمعذرة لأنه لا يمكن أن أعرض كل شيء أتحدث عن مسألة الديون التي اشتغل فيها أيدموند جيمز ديوردشيلد وكذلك الامتيازات في المبحث الذي يليه وهو المبحث الثاني آخر شريحة هذا المبحث كان ضعف المبحث الذي سبقه لماذا؟ لأنه سيناقش الإجراءات وهي سيناقش عرائب الاسترحام التي قدمتها تلك الشخصية لذلك قسمته إلى خمسة مطالب المطلب الأول تبديل متصرفي القدس البيروقراطية العثمانية لا شك أنها بدلت متصرفي القدس من متصرفين مختصين بالأطراف إلى متصرفين من المركز يعينون لماذا حصل هذا التبديل؟ في الأطروح سيتم توسع للحديث عن فلسطين الطبيعية وتبديل المتصرفين أو الإداريين فيها لكن فقط في هذه الورقة ركزت على متصرفي القدس بشكل مخصوص المطلب الثاني تضارب الإجراءات قبالة التعاون مع وجود اليهود في فلسطين كانت في البداية في تسامح مثلاً مع مطالب موزيز منتوفيوري كانت فيها نوع من التسامح لم يكن هناك يعني غضاضة يعني من التعامل معه بدأت تتضارب الإجراءات مع انفجار وثائق الأرشيف مع مطالب لورانس أوليفانت في منتهى السبعينيات إذ أنه يعني معه تبدأ مشألة التوتر لدى الدولة وكيف سنتعامل معه وكيف سيكون هناك مقاومة أو عدم ذلك يعني أصبحت الإجراءات بالفعل تتضارب ومع الأسف لا توجد إجراءات ثابتة لمنع أو إخراج اليهود من فلسطين كانت بداية متواطئة أو كانت لا تفهم الموضوع ثم تضاربت الإجراءات بين المنع والسماع المطلب الذي يليه علاقة إجراءة يهودية في العلاقات القضية في المسألة الدبلوماسية للدولة لا يمكن انفصالها على مسألة دبلوماسية ثم المطلب الرابع الرأسمالية والديون التي سبق أن تحدثت عنها معادلة الامتيازات والتي لم ترتبط فيها فقط عائلة ووتشيل لدينا البارون دي هيرتش كذلك ورغم أن لديه مشروع لليهود في الأرجنتين ليس في فلسطين تماما إلا أن امتيازات التي اشتغل عليها كانت موجودة في سالونيك سكة الحديد وغير ذلك لذلك مسألة الرأسمالية والديون في الدولة ومراجعة سندات التحويل تكشف لنا عن وجود تجذر في هذه الديون المطلب الأخير علاقة عائلة ووتشيل على وجه الخصوص بالدولة كيف كانت علاقة عائلة ووتشيل في إقراض الدولة بالديون ديون هائلة بالملايين تحدثت عن تفاصيلها كذلك كيف كانت هذه العائلة وسيط بينها وبين دول أخرى أعلنت في عهد السلطان عبد العزيز الدولة إفلاسها إلا أن وكيل ووتشيل آنذاك لم يعني يخاف من هذا الأمر بالعكس لما وجدت دولة معلنة إفلاسها أمدها بمزيد من الديون وبالتالي هو كان يشتغل على موضوع المستعمرات وبنائها بالمقابل الدولة كانت ترسل الوفود كما وصفها مهران بوياجيان قبل قليل أنها احتلال صامت كعائلة ووتشيل في فلسطين الدولة أرسلت ليست فقط هيئات مدنية لتقصي أحوال اليهود في فلسطين بل أيضا هيئات عسكرية وكان هناك كشف عن قلعة عتليت إحدى النماذج البسيطة التي يعني لا أستطيع الدخول في التفاصيل لأنها الورقة خمسين صفحة تقريبا ستة عشر ألف كلمة لا يمكن وضع التفاصيل بشكل هائل الآن قلعة عتليت توغل فيها اليهود طبعا بدعم من ووتشيل ونوابه في فلسطين الطبيعية الممتدة من بيروت وسوريا وكذلك قلب فلسطين هذه المطالب الخمسة أنا أقدمها على سبيل كذلك النقد وعلى سبيل التوسيع لا يمكن فصل وجود الهجرة اليهودية في ذهنية البيروقراطية العثمانية عن هذه المطالب الخمسة كمقولة يعني نهائية دي أختموا بها أشكروا يعني لجنة التحكيم على نقدها لهذه الورقة وأنتظروا عند طباعة هذه الورقة كذلك انتقادات المتخصصين في القضية الفلسطينية في الختام ليس لي إلا أن أقول قولي هذا وأشكركم لحسن استماعي شكرا طيب معنا حوالي 23 دقيقة للنقاش نبدأ بالأسئلة حسنا مساء الخير وشكرا كثير أو صباح الخير وشكرا كثير على الأوراق أنا سؤالي لأستاذ محمد قمي سردية علم الأثار التوراتية هيمنت على هذا الحقل المعرفي من بداياته يعني صراع القوة بينها وبين سرديات بديلة أخرى قمي هيمنت سابقا وقمي حتى الآن هي مهيمنة بالتحديد غربيا يعني وبلال شكرا كثير كمان إذا أنا أريد أخذ استنتاج من ورقتك أن الحاضر يعكس طبعا هذا ليس استنتاج جديد يعكس كيف نكتب التاريخ إذا هزمنا فنحجم المقاومة منحجم القوة نحن هزمنا نركز على ما أدى للهزيمة ليس كيف قوامنا الهزيمة وكيف حاربنا بعرفش إذا أريد أنقل هذا السؤال لسؤال ليس موجود كثير في 48 بس بدور الاستغراب والدهشة من تطبيع 48 بعد الهزيمة بعد النكبر الذي أخذ الجنسية الإسرائيلية سهولة التطبيع مع إسرائيل كدولي يعني أنه عندنا دائما سؤال أو عند بعضنا هاجز أنه إحنا دغري يعني قلبنا صفحة دغري بعد 48 إحنا سرنا نشوف كيف بدنا نبقى وصراع البقاء مع إسرائيل وذينيا الحال الذينية التي قلت عننا محمد فتنا بهذه الحال الذينية حتى لو كان في دولة عنيفة وإحنا بدنا بقي الطبقات الضعيفة اقتصاديا والنخبة وسكان المدن تهجروا وكان طبيعي إنه نفكر بالبقاء فقط مع ذلك قديش الحاضر حاضر الفلسطينيين في الداخل حتى لو أنت معلوماتيا بتعرفش بس الاستنتاج المعرفي تبعك كمان أثر على كيف نستوعب بداياتنا ما بعد النكبة يعني بداياتنا في عدم المقاومة الذهنية لإسرائيل حتى لو إحنا ضعفاء عسكريا وضعفاء سياسيا ومشارذمين وخمستاش بالمئة من أضعف حلقات المجتمع الفلسطيني لإسرائيل ممكن نختصر هذا هو السؤال شكرا ناخد سؤال تاني رامز عيد محاضر في مجال علم الأنثروبولوجيا السؤال لدكتور محمد وبلال ممكن يعني أنا حابب أجمع بناتكم مع أنه كانت محاضراتك وكأنها مش غير متعلقة بس أعتقد أنه هنا في يعني مجال اليوم اللي عم ينتشر اليوم بالعالم أكثر وهو يعني في محاولات لقلب القصص الكلونيالي للتاريخ طبعا يعني أعتقد أنه الرابط بين مجال البحث بين الاثنين هو في عنده طاقة وعنده إمكانيات كبيرة كوسيلة يعني لخلق قصة علمية وتاريخية جديدة لفلسطين وهو تدامج طبعا بين علم الأثار والروايات أو الأرشيف الموجود السؤال يعني حسب رأيكم كيف يمكن الربط يعني البحث العلمي كمصدر معلومات أولا أثرية طبعا مادي مع المصادر التي هي أكثر يعني موجودة في الأرشيف أو في التاريخ الشفوي والربط هذا اليوم يعني أعتقد ينقص البحث الفلسطيني موجود بأطر معينة ولكن هناك إمكانيات هائلة للربط بين المجالين وحابب أسمع من تجربتكم ما هي الإمكانيات الموجودة أو إذا أنتم عملتوا إشي بهذا الموضوع أخذ سؤال بعض تردوا عليهم بعد نعمل جهولة تانية تفضلي تفضلي يعطيكم العافية بس توضيح للأستاذ بلال يعني التجميع لشغل مركز الأبحاث بجامعة بيرزيت تتحول المشروع الأرشيف الرقمي وكل موجود أونلاين ومتحول من 2011 كل موجود بالمكتب موجود بمشروع الأرشيف الرقمي سؤالي كمان لأستاذ بلال كيف تستطيع ترى ما قاله جزء الآخر أنه كان فيه مقاومة كيف تشكل هذا التنظيم لأنه ممكن الناس التي لا ترى تنظيم لم يرى أنه على قدر قوة الطرف الآخر فممكن يرى أنه بعكس أنه المقاومة لم تكن بالشكل التنظيم بالدومية فإذا ممكن أن تصل لنتيجة تقدر تبين أنه كان في تنظيم وأنه كان في درجة المقاومة موجودة وهذا تسلسل في أي حروب موجودة شكرا تسلسل 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 موجودة قوية بمعنى الكلمة لأن لها تراث على الأقل مئة وخمسين سنة يعني بالحد الأدنى وهي في حضن كليات اللاهود في العالم الغربي لا أعتقد أنه خلينا نقول من الصعب جدا أن نستطيع أن نحصي الكتب والموسوعات التي تؤيد السردية التوراتية يعني هي بالمئات والمقالات بالآلاف يعني كما تعرفون خاصة عن مدينة القدس يعني مثلا فالمسألة السردية التوراتية لها تراث وما زالت قوية ومهيمنة لكن خلينا نقول من بالذات الثمانينات بدأ هناك مدرستان يعني مدرسة السردية التوراتية التي تعد أول برايت التي حاليا يمثلها واحد اسمه ديفر أمريكي والآخره يعني والإسرائيليين طبعا بالدرجة الأولى وفينكلشتاين وغيره يعني لا يمكن يخذهم الواحد بشكل جد كبير يعني ولو أنه كثير من العرب يحبوهم كثيرا فديفر يعني هذا يتزعم هذه الأصوات الهم وهنا بالمدرستان يعني مسألة يعني اللي سموهم المغاليين والمقللين وهنا توماس تومسون المدرسة كوبنهاجن مدرسة كوبنهاجن اللي ولدت أيضا من يعني من حضن التراث اللاهوتي لكنها مدرسة ناقدة الفلسطينيون يميلون كثيرا إلى مدرسة توماس تومسون لكن ما زال عندنا لا يوجد مدرسة عربية بمعنى الكلمة يعني هاي اللي أنا ممكن أقولها لا أريد أن أذكر الشعبويين والآخريه هذا ما بتسواش يعني الواحد يناقش فيها لذا هي موجودة بالرغم أن السردية التوراة ضعيفة ضعيفة جدا يعني علم الأثار هاي بقول كذا كذا لكن لم ن يعني خلينا نقول المعارضين لهذه السردية ما زالوا لم يمسكوا بالأمور بشكل قوي لكن فلسطينيا في نوع من التحرك المبشر في هذه المسألة يعني اختصارا بالنسبة للسؤال مسألة الربط بين الآفار والأرشيف والآخرين طبعا أنا أعتقد لابد أن نعتمد يعني المنهجيات اللي يسموها العابرة للتخصصات في التعامل مع المسألة لكن رغم من ذلك يعني يعني أنا اقترحت في دراسة تاريخ فلسطين لابد أن نعيد قراءة كل ما هو موجود حفروا فيما قدوا بالثلاثينات لازم نعيد نقرأ الطبقات ونقرأ كل هذه المسائل والمسألة خلينا قول منهجية يعني أنا شخصيا اللي أميل لها لابد من خلق أدوات جديدة للتعامل مع المادة استخدم الأنثروبولوجيا وعلم الأديان والآخرين لكن وأنا أرى أن ذاكرة المكان وتطوير أدوات للتعامل مع التاريخ ومع الموقع أنا أعتقد هي أساسية شكرا يعني يعطيكم ألف عافية جميعا بخصوص الأسئلة وشكرا لكم جميعا سريعا أستاذي همت طبعا واضح أنه الآن حتى في الداخل يعني من أكثر حني عفوا همت نحن المؤرخين نعرف همت أكثر كلها همت طبعا الآن معظم التفاعل اللي بتم عن كتاب مثلا يافا بتم من الداخل الثمانية وأربعين يعني قد يكون أكثر حد اقتنى كتاب يافا أهل يافا الموجودين الآن في يافا أبناء العجمي وهذه المناطب أنا بفكر أحيانا كثير لماذا هذا الاهتمام فيه ففيه جزء منه قد يكون هذا مسألة عودت أنه محاولة الإجابة أو محاولة الإجابة على سؤال لماذا صار هذا التطبيع السريع وقد يكون جزء منه كأنه فيه محاولة تشبه المحاولة اللي قام فيها الدكتور عادل منع في نكبي وبقاء يعني في محاولة الإجابة إنه فيه زي محاولة تطهر تصير من إنه هاي المرحلة الأولى اللي وقع فيها أبوي اللي وقع فيها جدي إلى آخره طبعا أنا بظني هي نكبي وبقاء المرحلة الأولى في هذه المفترة اليوم فيه شغل منيحة مثلا شغل الدكتور أحمد سعدي شغل آخرين اللي بتحدث مش فقط عن إنه فيه تطبيع لا بتحدث عنه فيه كمان وإن كان الظاهر فيه تطبيع لأنه فيه في الكواليس رفض بطريقة غير مباشرة أنا ممكن نسمي رفض بالحيلة يعني يوم نقرأ قد نقرأ مثلا محاولاتهم للتهرب من جهاز الرقاب العسكري يمكن نقرأ الرشوة أنا بقرأها كمقاومة يعني إنه الرشو اللي كان يعطيها والحيل اللي كان يستحديثها لمقاومة أساليب الحكم العسكري يمكن أن تقرأ كمقاومة أحيانا صمتهم يمكن أن يقرأ كمقاومة فبحاجة هذه الفترة لإعادة قراءة في ضوء هذه المعطيات وفي ضوء المواد الممكن أن تستكشف في مراحل لاحقة لأنه مش طبيعي مرحلة لأنه ناس يعني في 56, 57, 58 وصولا لل67 أول ما أطيحت مش طبيعي أنه ناس تتحول مرة واحدة باتجاه الرفض والمقاومة لو لم يكن في هذا الشاء الذي يعتمل في الداخل أو في الخلفيات بخصوص كيف يمكن الربط البحث العلمي لأثار إلى آخره أنا إجابتي متعلقة بشغلنا الراهن يعني الآن في شغل معاصر مثلا على مدينة نابلس في الدكتور عبد الرحمن كتاني نقش أطروحي قبل سنتين أظن في بلجيكا أستاذ عمارة خريد جامعة بيرزات ومن ثم استكمل في العمارة يتحدث عن المقاومة في مدينة نابلس كل شغله فعليا مرتبط بالأثر للحجر ومرتبط بالرواية الشفوية ومرتبط بالمقابلة يعني في هذا المزج ما بين المصادر المختلفة في الكتابة التاريخية وهذا ما ندعو له ونشجع له نكتب اليوم عن مدينة نابلس المعاصرة لا يمكن أن أفهم مثلا شكل المقاومة في مدينة نابلس منذ ما أفهم الحجر اللي فيها هي البدل القديم اللي قاعد بتحتضن إلى المقاتلين إلى آخرين بخصوص الدكتورة لورد طبعا للأسف دكتورة لورد هو نحن نقتل مؤسساتنا يعني مركز أبحاث جمعة بيرزات أنا توقعي أنه تجاوز الخمسمائة مقابلة في الاشتغال الأول هذا يعني رقم متواضع جدا أنا برأيي اللي بقوله قد يكون هو تجاوز أكثر من ذلك ما هو متوفر على الموقع الإلكتروني مئة واربع 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 نحن ثمن مقابلات معمقة في مجموعة من المقابلات العامة لا يتوفر إلا مقابلتين وللأسف الآن نحن نتحدث عن المادي تسجيل المادي لا يتوفر في جامعة بيرزات إلا ثلاث ثمانية مقابل ففعليا هذا جزء من صيرورة ما بعد أوس لو جزء من صيرورة قتل المؤسسات اللي بتصير للأسف في مراحل مختلفة الآن بخصوص مسألة التنظيم هل كان في شكل تنظيمي نعم كان شكل تنظيمي وهرمي وواضح يتطور يوما بيوم يعني الحامية تيافة منقدر نرصد بالتفاصيل كيف شكل الحامية في شهر 12 ومن ثم كيف صارت في شهر 1 وكيف صارت في شهر 2 وفي المقابل منقدر ننصر كذلك تطور الشكل التنظيمي الصهيوني لم يكن الصهينة في حرب 48 في شهر 1 زيهم شهر 12-48 البناء العسكري الهيكلي التنظيمي إذا بتقرأوا تقرير ماركوس اللي هو ماركوس اللي جابه بن جوريون بوصفه جيرانا أمريكي يقتل فيما بعد في شهر 7-48 جابه ليلخص وضعية منظمة الهاجانا وضعية المنظمة الصهيوني المقاتلة تقرير تعيس يعني بقدم يعني بيحكي في شهر آذار وشهر أربعة تقريبا لا يمتدح أي جهد بيحكي عن الفوضى القائمة إلى آخره فالصهاين على مستوى السلاح على مستوى الغتاد على مستوى الجند على مستوى التدريب على مستوى التنظيم كل هذا كان يتطور يوما بيوم نشوفه بالضبط يعني نقدر نرسده بالتقارير على مستوى الاستحكامات على مستوى جورافي المعارك إلى آخره لكن يبقى المعادل أنا برأيي بين ضعيف وأضعف الحرب كانت فعليا بين ضعيف صهيوني وبين عربي أضعف أنه دائماً كان في هذا هلفج وشكراً لكم شكراً شكراً أستاذ بلال أنا صعيد بالرسانة البحثية والمنهجية التي تبعتوها في بحثكم لكن المقاربات الكثيرة ما بين الدكتور شريف والدكتور صالح أوجدت مركزانية مثل نفت شغل الآخرين هل هناك الكثير من أبحاث وكثير من مراكز أبحاث دخلت على هذا الموضوع وبالعكس في مقالات أجنبية أيضاً ممتازة فبعرفش كديش يعني عندنا الكدرة أن نوسح هذه الدائرة طبعاً مع قناعة التامة أنه البرايمري داتة هي مهمة جداً في البحث لكن المقاربات المركزانية أنا برأيي ممكن تخرج الموضوع عن بعض السياقات إذا ما كناش ربما موضوعيين وربما نفذنا إلى مسارات أخرى وإلى جهود ناس آخرين فهل من جهود ربما أنا يعني أنا مطلع على بعض هذه الجهود هل من جهود أخرى في نفس الصميم البحثي والمنهجي اللي أنت قمت فيه لأنه إحنا بتعرف معنيين أنه نوسع دائرة الرواية والسردية والنرة في الفلسطيني بحيث أنه يكون هناك أيضاً يعني حلفاء أكاديميين في هذا المجال وشكراً لك بدي أسأل إذا دكتور محمد عثاملي موجود معنا يسمع السؤال أولاً أنا بشكره على العرض الممتاز لكن بدي أسأل وبتمنى أن نقرأ الورقة كاملة فيما بعد لأنه فيها معلومات مهمة بدي أسأل هو لم يبين في العرض مدى حجم الاستجابة من البريقراطية العثمانية سواء بالإيجاب أو السلب لطلب زعماء الصهاينة التمركز في فلسطين وشراء الأراضي والديون إلى آخرين أنا يعني إحنا بتاريخنا قرأنا أن هناك كانت استجابة الأساسية اللي بيحكوا عنها هي تبعت السلطان عبد الحميد أنه رفض كل مطالب هرتزل لكن هناك أيضاً مقولات حول موافقة السلطات العثمانية على قيام بعض المستوطنات في فلسطين أول مستوطنة قامت في الألف وثمانمية وكذا فأنا بس حبب منه تقييم سريع إذا ممكن لحجم الاستجابة سواء كانت إيجابية أو سلبية لمطالب الصهاينة شكرا شكراً جميعاً على كل الأوراق أنا بدي أتوجه بالحديث للدكتور محمد والبلال بنفس الوقت والدكتور محمد السردية المعتمدة على البحث أو الشغل الأثري الحقيقي العلمي مهمة جداً لكن الصهاينة ما بيعتمدوا فقط على هذا الموضوع الصهاينة أيضاً عندهم أدوات لتحويل هذه السردية الأثرية إلى قصص إعلامية بمعنى هم أشطر منا بمليون مرة في تحويل قصة مزيفة أو قصة غير مبنية على حقائق علمية حقيقية إلى معلومة تصل للجمهور بطريقة مقنعة أكثر أنا بعتقد الضعف عندنا هو دائماً في تحويل المادة العلمية أو البحث العلمي أو نتائج الحفرية الأثرية أو حتى تحليل نتائج حفريات مختلفة إلى مادة نستطيع أن نقنع أو نرفع وعي الجمهور بصدقية روايتنا وهذه الضعف فضيع أنا شفته بشغلي بيجوا مجموعة من السياح الصهاينة بكل هبل ممكن تتخيلوا في العالم بحفروا هم بالأردن حفر قال وبحطوا فيها بقايا بوتري بقايا فخاريات مكتوب عليها بالعبري على أساس لما يجوا الحفرية المرة الجاي يلاقوها ويثبتوا أنهم مروا من هناك أو بحاولوا يقنعوا الناس بأن حفرية في ضانة طلع فيها نحاس هذا هو النحاس اللي بنوا فيه الهيكل اللي لسه مش لائينه فيعني طريقتهم في الرواية تقنع العالم الخارجي للأسف عنا ضعف شديد وأنا بتمنى أنه يصير فيه زي أي مشروع له علاقة بنقل المعلومة الأثرية الحقيقية والرواية الفلسطينية في هذا الموضوع إلى معلومة نفس الشيء بتوجه فيه لبلال أيضا المادة البحثية العظيمة اللي بتطلع معكم لازم نلاقي قنوات ننشرها بين الناس لأنه هذه تعطي أولا شعور بأنك أنت تعرف عن تاريخك والأجيال الجاية وبنفس الوقت الرواية بتصل إلى الآخرين شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعم ما ندقتين شكرا جزيلا هذا السؤال هام جدا بالنسبة للسردية الفلسطينية أنا أعتقد الأهم ما يجب أن نتمسك به هي الأداة العلمية كيف نفسر كذا وهذا النتائج هي الأساسية التي يمكن أن تطور لسردية فلسطينية لكن علينا أن لا ننسى أن علم الآثار التوراتي وأدواته هي جزء من علم الآثار الاستعماري وله أبعاد كثيرة وأدوات والآخرين ومؤسسات نحن أنا أعتقد غائبين عن الساحة لكن أنا قلت يعني هناك في أمل لتطور مجموعة أو تطور مداخل جديدة للتعامل مع المسألة لكن يعني كما ذكرت أنا في بعض النماذج حقيقة رغم سيطرت وهيمنت السردية التوراتية الآثارية لأنها ضعيفة ضعيفة لأنه ليس هناك تحرك علمي جاد بمعنى الكلمة عالمياً الناس الذين يشاركون في المسألة قليلون يعني والبعد أنا بقول البعد كمان كل البعد عن المسائل الشعبوية كثير من الفلسطينيين مصابين بلوثة الكنعنى والله إحنا كنعنى يعني مش هذه المسألة هذه مسألة شعب ومسألة تاريخ هذه غير مفيدة يعني لأن الصهيونية نفسها تحشر الناس إنها كأنها بدأت دافع عنها لنحن لا ندافع نحن نعرض يجب أن نعرض تاريخنا كما هو وأنا يعني أكرر نفسي وأقول بعلاقة الإنسان بهذه الأرض بغض النظر عن الإثنيات والآخرين يعني فهذا مسألة فنقطة اللي ذكرتيها أنت مسألة هذا النحاس أو قطع فخارية لا يمكن رضها بمجموعات إثنية قطعية فبس إحنا علينا أن نعمل في هذا الاتجاه ونحاول أن نطور الأدوات شكراً يا مكرم سريعاً فقط العينة طبعاً هي عينة تمثيلية محاولة لاستكشاف بعض الشغل طبعاً أنا قناعتي إنه مجمل الرواية الشفوية للأسف يعني أنه الجهود الفردية في مجملها انطلقت متأخرة عن المراكز البحثية يعني فلسطين في الذاكرة موقع مثلاً في عشرات المقابلات الآن في عنا إرشيف الجامعة الأمريكية اللي بيحتوي إرشيف الجانا وإرشيف ذاكرة النكبة لكن في كل المثلاً المعارك الكدسة تجد إلا معركة الحديث عن معركة واحدة هي معركة القسطة لأحد المقاتلين المشاركين في هيروي لأنه جزء أساسي من الناس هيت وفيت في السبعينات وفي الثمانينة اللي شاركت الكتاب ألف مقاتل تقريباً في يافا لحد هذا رقم لحد الأدنى لم أجد إلا مقابلتين مع شخصين فقط الباقي لا ذكرى لهم خلاص اندثروا فهذه المسألة يعني ما من قلل من جهد الآخرين وقد يكون كثير كل ما تعدد وتكون وتكاثرت الجهود سواء كانت فردية أو جماعية بتكون أنا برأيي جهود مثمرها مفيدة صوص السؤال أستاذتنا مها الآن للأسف شخصياً لا أتقن مثلاً الترويج لا أتقن إلا أنا أشتغل باحي ثانياً فهذه المسائل قد تكون أحياناً شبكات أو جهات أخرى اللي تأخذ هذه المواد وفعلياً في شباب هيك بيعمل يجي بيأخذ مادة تكتك عن يافا مثلاً ويبلش شغل عليها في على مساوى يافا وعلى مستوى إلى آخرين الأمل أنه على الأقل تتوفر المادة الأولية المشغولة بحرافية التي تقول للناس أن هذه مادة يمكن أن يؤسس عليها وسائل التواصل يؤسس عليها المساحات أخرى يعطيكم ألف عافية أكيد أستاذ محمد دعم موجود تفضل تعطينا جواب دقيقة نعم طبعاً أكيد لا شك أن أنني أشكر طبعاً الدكتور الكريم على سؤاله الدقيق نعم بالفعل نحن بحاجة لتحصل ورقة أكثر الحقيقة ذكرت مجموعة كبيرة من أسماء البيروقراطيين ممكن نذكر أشهرهم مدحك وحتى خير الدين التونسي كانوا على تماث يعني تواصلوا وحصل بينهم حوار ومثلا لورنس أوليفان الجواب أنه لم تكن يعني مسألة نعم أو لا نعم قد يكون السلطان واجه هيرتسل وقال له لا لن أعطيك شيء لكنه كان مرتبط بأجندات مختلفة هي المطالب الخمسة الموجودة في المبخص الثاني مثلها تضارب الإجراءات والتعامل مع متصرفين قدس لذلك يعني هناك أسماء نعم وردت أسماء والمسألة كانت ضبابية بالنسبة للدولة نعم كان هناك في ذهنية الدولة أن هناك خطر من وجود اليهود في فلسطين لمسائل أمنية قد تكون أكثر من مسائل أنهم سيؤسسون دولة لكن هذا التعامل كان مرهون بالدبلوماسية مرهون بالديون كذلك المستعمرات لا شك أنه عددها كبير جداً في القرن التاسع عشر في الجزء الأخير منه وكانت الدولة على علم بوجود هذه المستعمرات لكنها لا تستطيع التعامل معها إما بإخراج اليهود أو بمنع دخول الحجاج اليهود فبالتالي كانوا موجودين كانت تتكاثر المستعمرات لكن الدولة رغم الإجراءات التي فيها قوضة لم تستطيع أن تضع حد بإخراجهم أو بمنع الداخلين رغم أن هناك تصريحات قد تكون يعني من جمع من البيورقراطيين وحتى يعني هناك حوار بين ضياء قشا وهيرتسل في قطار العودة من من روسيا عادة وفد عثماني عادة من روسيا كان بالصدفة موجود هيرتسل في داخل القطار حصل حوار فبالتالي هناك أسماء ضمن الدراسة طابلة كذلك للتوسيع والمد شكراً لذلك كان حديثي عن البيورقراطية بالعموم وهؤلاء الشخصيات وليس عن كل شخصية منهم الذين يحتاجون يعني إلى بحث من فصل هذا يعني جواب بشكل مقتضى طبعاً شكراً نشكر الحضور نشكر أعضاء الجلسة على المداخلات القيمة ننرى شكراً اشتركوا في القناة